وإلى أخبار الفضاء حيث انتهت في هيوستن الأمريكية المهمة الأولى في مشروع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا متعدد المهام والذي يهدف إلى محاكاة العيش على كوكب المريخ والذي بعد أن غادر أربعة متطوعين بعد أكثر من عام بيئة المريخ التي بنتها وكالة ناسا ونقلت وسائل إعلام عن ناسا قولها إن المهمة كانت الأولى من سلسلة يطلق عليها اسم صحة الطاقم وتنظرية استكشاف الأداء حيث قام الطاقم بمحاكاة المشي على كثبان المريخ الرملية ألفا عدة مرات وقاموا بزراعة وحصاد العديد من المحاصيل لتكملة طعامهم في بعض الأحيان وشاركوا في صيانة البيئة والمعدات ومن المقرر إجراء مزيد من مهماتها خلال عامي 2025 و2027